القديش مهمة جدا العلاقة بين المربي والولي اللي عندها أهداف كبير خاصة سنية في العملية التربوية أكيد عندها برشة أهداف والتلميذ اللي بالحق معناها يكون محظوظ يكون التواصل إيجابي بين الوليين متاعه وبين المربي وقتها ينجم يكون على بينا على الصعوبات متاعه الكل ويقعد تحفيزها تصور أنت صغير عنده صعوبات تعلم في حاجة معينة دونك المربي كيتواصل مع الولي قلوا هاو شو يجبك تعمل عاوني في في كذا وإنها نخدم في في كذا معناها شوفك التحفيز اللي بشي سير للصغير معناها نفس التحفيز اللي بشيكون في وسط القسم هو بيدو بشي تلاقاه في الدار دونك أكيد دونك مدة الصعوبة مش بتاخذ برشة وقت في سع في سع بشي تجاوزها الزغير بخانط كي يبدأ الزغير عنده ديجا صعوبة معينة ويقع الش التواصل كسوها إيجابيين ويقعش تكون منعد ما تماما عم يتواصل ما بين المربي والولي دونك اللي بشي خدمه المعلم في القسم مش بشي يلقاها الزغير في الدار ولولا بتدخي تخدم معها بطريقة مغيرة ولا ما يتخدمش معها جملة دونك يلقى المربي روحوا ديما في عملية سعيبة لتحفيز الزغير وكيفية تجاوزه للصعوبة اللي هو محتوط فيه هذا هو احنا سوكتو اللي ننأكدو عليها اللي قبيلة قلنا فما برشا أوليائي نجمكونوا حارسين برشا سونيا واللي قلنا يجتمو حتى الأوليائي واللي تشيروا بعض المجلس البداغوجي اللي في قدم المدرسة اللي يكون دجا يعملوا معنها عن ميسانجور يبدوا يحكي مع بعض ماشرين الخدمة متعونيك التنفس بين الصغيرات قلنا حتى أي من قاتل ماذا بينا نحكيو على التحصيل الدراسي متاع الصغيرات وكيفية تعامل الأوليائي حتى يتحرج نوعا ما المربي في هذا الإثارة هو ينجم يوصل حتى يعطلوا العملية التعليمية على خطر أنت تصور معناها هي قد بإمكانها بشي قاري ساعة ساعتين صور انت عاد يشترموا هو دجا يتحاوروا مع الأوليائي فسر الولي هذا صغير وفنة مستويه هو فيه شو ما الصعوبات اللي عنده فش يجب يخدموا أكثر بش يتجاوز الصعوبة اللي هو تعترضه معناها هون فانت كنت شبقى روحوا المربي معناها يخسر وقت كبير في التواصل مع الأولياء قد مقابل حق تلمذة اللي هو يجب تكون حصتهم كاملة دوك هو عنده ستين دقيقة يزمو يقرأ خمسة وربعين دقيقة خطر نحن نعرف المنجموش يقرروا ستين دقيقة على خاطر زمن أن يخذوا خمسة دقائق الويلة مش يتنظم القسم خمسة دقائق بتاعش كون مازال ما كاملش من التابلو فمش كون مفهم مش التعليم دوك مهم جدا اليوم اللي يكون كيف ما قلت لك معناها تواصل منظم بطريقة محكمة المدرسة تكون عاملة ميثيق داخلي اللي يتفاعلوا فيه المربين الكل ومعمول به من قبل المربين الكل بش وقت اللي انت ترسم حدود معاينة للولي أو ترسم طريقة محدة للتواصل مع المربي تكون محترمة من قبل الأولياء الكل هذا هو اللي نسعى لكن فم التبجيل بيانسور للمستوى الأول اللي هو سنة أولى فم التبجيل للحضور الأولياء مع المعالمين وهذا يدجا معمول به وكيف زدها سنوات عندها تسمية هي سمحني هي مستوى سنة أساسة اللي بشعة دول المناظرات الوطنية جينيغا الموطلقة الأولياء أكثر حريسين وقتا على صغارهم الخطر نعرفني في الأخر فما في آخر سنة دراسية فما المناظرة الوطنية لختم التعليم الأساسي ودخول مدارس الإعدادية نموذجية وقتا الولي يكون أكثر حريس على صغيره في التواصل مع المربي بش ينجم يحذر صغيره كيف ما يلزم للإجتياز المناظرة سوقته هذي هو أحنا اللي نتمنيوها خاطر ديمة ديمة الهيجس هو سنة وأبخيته هي العلاقة بين المربي والولي هو الهيجس متاحهم مزوث هو التحصيل الدراسي بالنسبة لصغيرات متاحنا وتحصيل المعرفي واشنو بعطوذية نحكيه في تحصيل الدراسي والتحصيل المعرفي خاطر بش أولياء ممكن ما تفرقش بين هذوما وهي الغاية متاحها قديش جيب ولدها أغيانك مش شوه اللي تعلم ولدها من الحاجات هذوما الكل هو يستحقصن يا موضوع موضوع في حد ذاته هذي إن شاء الله تونحكيوا فيها ونترقوا هاجس الأعداد نسميو هاجس الأعداد حضرنا العنوين بتاع الموضوع إن شاء الله نتناولوه كي نحينا ربي بخير نتناولوه إن شاء الله نهار لإثنين الموضوع ذيه فيكتوا قاعدين ديجا ياخذوا في المعدلات في حام الصغيرات وقاعدين ياخذوا فيك النتائج وديما نعرفو تاو تتشوفوا تاوصفحات الفيسبوك ومواقع التواصل الإشياء ديجا بدي ونا شفت لحقها أي شوية الخاصة على حضر حجب الأعداد ده في المؤسسات العمومية دونك هوني إلا العلاقة سونية إحنا أكثر الوقت الصغير يعديه مع المربي جونيغا المو في المدرسة حتى في المنفيليسي نحكي معناها على مختلف المستويات اللي الولي يحب يتقمس بعد دور المربي اللي هو سينه معناها المربي اللي يخذه واللي فهمه بعض الأولياء تنجم تتقلق ممكن من الشي هذي هذيك عنيش تنجم معناها تكون حتى من ناحية نفسي يحب يبرز روحه الولي للصغير ويحب يوصل له المعلومة افكتبا هو خطير لما حالة الفراضية اللي أنت ترحتها توا مريم هي خطيرة بالنسبة للنفسية الصغيرة علش؟ راخد كيف ما قلت لك نحنا كلنا نلعب أدوار والصغير يجب يعرف دور الأم والبو فين يبدأ وفين يوفى نحنا منجموش نعيشه من غير حدود نحنا دجال إنسان منجمش يعيش في الطبيعة معناها الإنسان مدني بطبيعه واجتماعي بطبيعه والمجتمع يجب يفرض علينا حدود وقوانين وعننا حقوق وعننا واجبات دوك إذا الصغير ما يعرفش الليميت متاعه الحدود متاعه وين تقف وين تتحدد دوك أوتوماتيكمان سيتواطئ سيتمدى في طريقة التعامل هي مش ديمة إيجابية اللي هي بمعظمها تكون سلبية بعض عليش على خاطر بش يخرق جزتما أكل حدود هذوما هذوكم واللي مش ما نغزمه اللي هو بطريقة غير واعية عليش على خاطر قاعد يشوف في المثال متاعه الأعلى اللي هو الأم أم الأب هو بتبعته يتصرف بالطريقة هذيك مع المربي دوك يتهيأوا له الصغير اللي هذيك الطريقة هي العادية اللي فات يتعاند مع المربي متاعهوا اللي فات يناقشوا أكثر ما لازم يقولوا نيقشوا مش نقاش شكل بناء اللي يحوم حول موضوع الحسة لا نجم يناقشوا حتى في سلوكه يناقشوا في طريقة أداءه بعدها كيف ما يعملوا الأولياء بالضبط بعض الأولياء بش محطوهمش كل فرتخانة دونك لهنا يولي هو بيدو يطرح أسألة اللي هو أسألة ما عنده حتى علاقة بموضوع الحسة اللي قاعد يقاري فيها المربي ولكن خاطر يتهيأوا له لذيك طريقة عادية بسكو شايفها طريقة هذي يقتدي بها الأب أو الأم متاعه مع المربي هذي حاجة الأولى الحاجة الثانية حتى كان مراش التنميذ هذي كيفاش طريقة التعامل متاع أم وابوه مع المربي ينجم يسمع الأم والبوه ويحكيوا على المعلم وربي متاعه في الدار مثلا يشوفوا حلو كراسة ولا يحلولوا كراسة ولا يحلولوا ولا يجيبش يخدموا معها عمل منزلي بش يبدو يقولوا شبهة للمعلم ولا المعلم عمل هكا وما حقوش قد هكا وهذا ما يفهمش وهذا يفهم التتغى والملاحظات هذوما يخذهم الزغير في ذهن ويخزنها ونهارت اللي تصيروا ملاحظة في وسط القسم يقولوا مك انتي خاطر موبا كيف ما قال ببا ولا ما مك خاطر انتي ما تعرش يعني شخديش مهم جدا للعبارات اللي ننتقي وقدم صغيرات اكيد 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 يعني موضوع الانوائي من السلوك سواء السلوك الاول او الثاني سلوك الاول سواء يقلق لان يرغب بشكل قريب لا يرغب بشكل قريب لا يرغب اوه تشجيع وتحفيز من قبل المربي لا يوجد المربي يوجد تنمية في وصل القسم نتحدث عنه عمومي نصل ب45 تنمية في وصل القسم ثاني سلوك النجم يقتدي به التنميذ الذي يقع تدريبه تدريبه او يقع له ياخذ مكتسابات في الدار ليس يسبق يقرأ في البروغرام الكل في الدار ليس يسبق اصحابه برشا ليس يسبق نص يشارك ويكون حاضر لا فما فرق ديش عمى بيناته وقتها خطر فما ديوم ملوغزمون حتى نتخلنا موضوع في موضوع اليوم فما والدين عطلة الصيف يستغلوها للمراجعة للعامة السنة القادمة ليس مراجعة يقريوه أصلا يقريوه البروغرام متاع العام الموالي يعني ها يدخل يقرأ وهو ديجا قرأ ثلاثي الأول في العطلة معناه هنا ديما الأولياء قاعدين يتبعوا في الطريقة هذي يحبوا صغيرهم كمسي يتقلق بعض بشي يتميز في هذا الإطار لكن هذي تأثيراتها كبيرة برشا كيف ما قلنا أولا ينجم بالمعلومات ذوكم كيف وكيف يعرش بالضبط كيف كيف ثاني السلوك اللي هو سيتمرد يتمرد على شكون على المعلم وعلى أصحابه أنا نعرف هذي مش هكا نقريتها هكا وش بي هذيك صاحبي ما يفهمش يخي هذي سهلة يخي انت ذي ما طلعت هاش لا يزي تنمر على أصحابه لا يزي معناه هو تمرد على المربي والتمرد على المربي شوف السلوكيات اللي زرعهم في صغيراتنا غيرك احنا نتمحوا باش صغيرنا يتميز وهذا هو اللي شي خالص الهن المربي يلقى روح وقدام زوص فراذيات الفراذية الأولى دوك تلقاه يولي يبدل بتاتيخ طريقة البيداغوجية اللي قريبها في القسم يولي يحكي نحكيو على بيداغوجيا فارقية اللي هو يحط تلمذة الممتازين مع تلمذة اللي اللي ضعفة شوية بشي نجم يعمل يكليب غفة اكتما في وسط الكلاس وإلا في الثاني يولي يحاول يجيري سلوكه متاع الصغير بانصور في حدود معاينة منيش نحكيو على السلوك اللي ما نجموش نتعامله معاه لخطر ساعات مالوغزمان التلميذ كي بده ما يعرف شو حدوده متاعه يتماده نوليه نحكيو على استيرابات سلوكية دونك وقتها يولي يارك فيش يجيري دون لسانس اللي هو يحافزه يعطيه حاجات بتدخي زيدة بتدخي عطيه دي سيغي زيدين تمرين زيدة فعوث تمرين يعطيه ثلاثة برابور على أصحابه الأخرين بشوي يلقى روحه فيش يتلهاو يلقى روحه ديما ريغب جستما في الحاجة اللي ديجا قراها عنده مد هذا هو اللي نحبو ركزو فيه طبعا بشوية زيدة سونيا نمشيو لك العلاقة اللي بين زوز أطراف اللي كل واحد ديجا حكينا فيها اللي كل واحد يحب يخذ بلاست ليخروفهم برشة نقاط أخرى زيدة بش نتعرضو لهم خاصة كالضغط اللي قاعدين نعملو فيه على صغيراتنا واحنا مانيش فيقين بروحنا وزيدة بش نترقوه اللي هو في حد ذاته المربي ولي ومربي بيخذ صغيره في نفس القسم هالانها معناها حاجة صحيحة وإلى اللي 70-95-120 وإلى 77-88-89 العلاقة بين الأولياء والمربيين خاصة اللي كيفيش لازمها تكون والدور المهم في الشراكة بين زوز أدراف يعني كيفيش نخرجو أطفل وصغيراتنا يكونوا تلاميذ الصحة خاصة من الصحة من الناحية النفسية